وتعلمت منها لما بتقعد وتهدأ أحياناً بتصمم وتعاند لما تلاقي أنا أنا من الشخصية ميدو بتابع كل الناس بس زيك لما أنت اتهجمت على فكرة بتابع كل البرامج في حد مثلاً يبقى مش بيحبك أول ما يقولك أنا ما بشوفش تعفل هو بيشوفك وبيتابعك كل سانية لا أنا بتكلم على مثلاً ميدو عامل حلقة حلوة مش عايف يجي يقولك شوفت حلقة ميدو يقولك ما شوفتش يعني بطل كده ما هو شايف عشان بيكراها بس يبينك شوفتك يسلم عامل يزايل فيه أنت هايل وبتعلى أنه من جور أحقاء ما أنا عارف لا اللي أنا عايز أقوله إيه عايز أقول لا اتعلمت فيه أخطاء يعني مثلاً من ضمن الحاجات اللي أنا فعلاً أتمن عليها مش دوري أنا ميني مشاكلكش في انتخابات بصراحة أنا دوري راجل إعلامي كلنا بمثل النادي الأهل في البعض كان بيبقى لي وجهة نظر بيتكلم عن النادي الأهل كنت عامل فكرة كله والله أنا بقولك قلق لناس كتير قوي اللي هو إيه فكرة كنت عامل حاجة اسمها السهم الأحمر حاجة زي كده مش فكرة يعني كان يروح على يوتيوب أي حد بيكتب أي حد بيعني نفس فكرتك انتقدني الشخصي لكن ما تستخفش دمك لأن أنا معايا هوى مش عايز استغله لأنه مهم المشاد مش لنفسي فمش عايز أخش الحرب وضيع وقتي أنا عايز أشتغل لأن حبيت الموضوع لما حبيته بقيت بخلص فيه زي بيتي كأنك ابنك ماسكه فبتخاف عليه روح تشتغل بشغف يعني ميدو أنا كنت بروحة لكل حلقة بساعتين ونص ثلاث ساعات شوف التقارير عشان دي قناة نادي ممكن يبقى فيه تقارير كنت باشيلها بتعمل تعصب كلام ما ينفعش يتقال ففيه ناس بيتسجل معايا فكنت بقعد مع المونتير حبيت الموضوع برغمانا دي مش أولادك يا ممكن مفروض بيستحرير برغمانا بتاعت أفهم في التقارير وبتاعت أفهم حتى في الإخراج بقعد يعلموني ومش عافية أفهم لا الزاوية دي أفضل لا هنا الجملة دي ما تقولهاش في الحتة دي مش كويسة وبتاعت تعلم مع الوقت فلما قعدت فقط ابن من ولادك بجد دي عشان كنت عملها بحب ممكنش عملها عشان فلوس لكن قناة النادي الأهلي دي أنا بقول دايما انت بتكلم شريحة كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي انت معاك جماهيرية بجنون ناس بتبتحب اعمل شغلك الصح ووجبك انت راح لتريق النجاح لأنه وراك من الملايين اللي بيقفوا في دارك يسندوق يدعموك كانوا جماهير النادي الأهلي أنا كان معايا جيش من الإعداد على صفحتي والله جيش يبعتولي كل حاجة ميدو فلا لا فيه أخطاء أنا بعترف بيها وفيه حاجات كويسة كتير جدا عملتها منها وحكررها تاني حضراتك بتقول مثلا الجيل محمد بركاته وبتريك يعني مثلا من حلقات اللي أنا اعترف بيها فيه لعيب مثلا زي كابتن ماهر همام فيه الأجيال الصغيرة ما شافتهوش فكت بعمل فكرة ميدو يتقل تاريخه وجاب كان بطولة ولعب لمنتخب مصر الدقيه فمرة بعد الحلقة المدام بتاعته كلمتني وبنته وشبه اللي هو دموعه بيكلمني ودموعه قدامه قل فرحت هنا وبنته بتشوف تاريخه أنا كنت ماشي من هنا لغاية مدينة نصر كنت تسعد واحد وغيره وغيره كتير أنا فاكر دلوقتي افتكرت فكنت بحاول كابتن ماهر يعني كان لعيب كبير كبير واحد من افضل كل الناس تقولك أنا قصو دي فقيت فاكرة بقى جبت فيها الطائرة والسلة وكل النجوم القدام اللي محد شافت بنقول معلومات عنه كل شوية بتبتكر عشان معاك جمايرية وفيه نجوم كتير وألعاب كتير حققت بطولاته وإنجازاته لقيت نفسك بتتحارف فجأة عملت زيك وانت وقعت في الغلط ده من حوالي اسبوع عشرتين بقى اميد في قصة زلطان دي ولا مش هفاقيه وانتو هتتريقه مش هفاقيه تتعصب وهاتغلط أنا عملت كده لان ليه بقى اميده لما بتشتغل ومجهودك الشخصي وبتقاتل وما فيش حد بتدعمك هو نفسك ثم فريق عملك قفل عليه صح ولم الصح؟ لما بتلاقي حد بيتهكم عليك عشان انت مفيش على راسك بطحة فبتضرب بكل كوة انا غلطت نفس الغلطة دي تبضرب بكل كوة اي حد يتجاوز في حق الاهلي قبل ايه تجاوز في اي مسئول ثم انا ما كنت بعمل كده لكن اكتشفت اللي ده بهدوء لان هو عايز يوصلك للمرحلة دي عشان انت ناجح للامانة ودي من اخ انت عارف انت اخويه وانا باحترمك ليه وعايز اقول حاجة على ميد وكواس قبل منصب ممكن جمهير النادي الاهلي تختلف معاي كتير هو وعد بالحياة دي ببرنامجه احيانا بتبقى حبك واخلاصك لناديك خليك تدافع ده عادي جدا ولكن شخصية ميدو وانا بتكلم بمنطقة الامانة والسد احمد حسام ميدو اسأله كل جيله واحد من اللاعب الرجالة اي حد كان يسافر ما كانش يسيبه برا شهم جدا راجل جدا جدع جدا والله ما بنافق هو عارف الكلام ده وعارف رأي فيه واول حتى ما ممسكت في التدريب لو تفتكر مكالمة بيني وبينك بتقول لازم دعم حتى لو انت في قناة النادي الاهلي لان دي هتفتح باب وكان كلامك محترم وعملت كده في قناة النادي الاهلي ليه لان انت ميدو بصراحة انا بحب شخصيتك سيبك مكورة وكلام ده مكورة بتبطل وتشتغل اعلامي وتوعد وتدرب وتوعد لكن مهم جدا الناس تعرف معدنك يا بنا ايدا انت معروف عنك ان انت برا الملعب راجل وجدع وصاحب صاحبك وبتحب الناس بقول لك فكر لما